اكسبرسانتشيل ونحاودو تذين شوفوها الجزيرة مرة اخرى عام 1977 في فيلم اخر جيمس بونت وهكا العباد واللي تتلوجوا سامع على الجزيرة هذه خاطر شافوها مرتين في فيلم وكانوا اعجبوا بها على الاخير وقالوا وين موجودة بالضبط بالضبط وما يعرفوش اسمها دونك والليو كيمشو لزاجانس دو فياج ولا كيسروا على انترنت الكلمة اللي يكتبوها ويقولوها دي ما هي الجزيرة اللي يتبثل فيها جيمس بونت ومن هنا خرج اسم الجزيرة جزيرة جيمس بونت ووليت من اهم الوجهات السياحية في تايلندا وما فماش رحلة البوكيت ما غير ما تتعدى على جزيرة جيمس بونت الجزيرة قبل الفيلم كانت جزيرة فاغة كما قولوا احنا ما فيها حتى يجوز تطرف اشجار ارملو ومالو وجبل وجبل بطبيعة وبعد الفيلم ما بعد الفيلم ولينا نراو خلطة بين جميل الطبيعة ذاكا وزادوا عليه بعض الانشطة السياحية الفانادق وحاجات كيماء اكيكا اللي خليوها واحدة من اغلى واجمل الوجهات السياحية ودجا هذي الحاجة اللي بيش تتفرجوا فيها كتاعموا طلع عالدوكومنتيغ وتتأكدوا من كلمي خطف الوثائقي بيش تشوفوا شنو ما لزاكتيفيتين اللي نجم يمارسهم السياح في الجزيرة هذيكا اللي هي جزيرة جيمس بونت الدوكومنتيغ اسمو ديزيل بارديزياك بوكيت نتلقاها على شان يوتيوب وياج ديبو دي مونت وهبط بالضبط نهار 2 نوفمبر 2022 يعطيك الصحة عزيز بارك الله وفيك اختيار موفق برشا وقت نحكيه على الوجهات السياحية كيفيش من بلاسة آآ ملا شيء تولي حاجة كبيرة برشا احنا عنا برشا بلايس في في تونس مزيانين لكن لأسف ما نش قاعدين نسوقولهم كيما يلزم كيما مثلا آآ اللي تم آآ البلاسة اللي تم الجنوب التونسي اللي مثلوا فيه آآ لقطات من آآ ستار وورز الفيلم المعروف علش ميكونش كيما آآ البلاسة هادي كيما آآ اللي متاع جيمس بوت هو الآآ السياحة هسامة لازم تستغل آآ حاجات كيما هاكا مثلا تسين في فيلم تعملت ولا حاجة ولا اكتيفيتية ولا ايفين معصر لازم تستغل في الوقت المنصف ونتخيل لذيك اللي عملوه التايلانديين بنسبة الجزيرة ذيك وستغلوا الجزيرة على أحسن صورة لك آآ تخيله اكيد يعطيك صح عزيز باركة لو فيك شكرا لكم انتم مزيدة على